ينفع اقول كلام حلو الخطيبتي ولا حرام بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجة في فيديو جديد طبعا تقصد بالكلام الحلو كلام الحب والعشق وتعيش قصة حب مع خطيبتك بقى ما خطيبتك لا بص يا اخوان خطيبتك زي الست الغريبة او الاجنبية كما يقوله الفقهاء يعني ايه يعني ينفع تقول لوحدة غريبة بحبك وبعشائك وبموت فيك والكلام ده كله تقول لا ما ينفعش انا ده استخطيبتي ايه ايه الخطيبة زي ست الغريبة كل ما في الامر انت وعدت علاقتك بخطيبتك وعد بالزواج كيانك حاجة استهب تقول يا جماعة خلاص انا خطبتها ما حدش يخطبها ان شاء الله هنتجوز بس فده لا يحق لك ابدا اللي انت تداعب مشاعرها واللي انت تفضل تقول بحبها او بحبك او نحو ذلك علوة تسبق ولا مش عارف في التليفون او واجها اللي واجه الكلام ده كله حرام لا يجوز قولا واحدة الحاجة اللي عايز ااكدها ان دي في مصلحة الولد والبنت ليه لازم يا اخوانا فترة الخطوبة تبقى فترة اختيار عقلي محط ليه محط لان الحب اعمى ده حقيقة الحب اعمى ليه اعمى لانه بيعمي عن العيوب واحد بيحب واحد او واحد بيحب واحدة ما بيشوفش عيوبها يشوفها اجمل واحدة واشيك واحدة واظرف واحدة واهلها مثلا مش شايفينها بالقوة لكن هو عشان بيعشقها فهو بقى اا عنده عاطفة والعاطفة دي عاصفة العاصفة دي لما يتجاوز بتهدى بقى خلاص بقى بانه ما شغل الحياة والدنيا وبتاعه يبتدي يشوف على حياتها اللي هي اصلا حياتها يشوف بقى مش حلوة اوي يشوف اللي هي مزدريه قريفة قوي شوفها مش معتمد عليها قوي مبشرش مسئولية ده اللعب زيادة فيحصل الصدمة الصدمة طلاء وده اللي بيحصل في كتير من بيوتنا يا اخوانا ولذلك سبحانه تطبيق الدين هو الاسلم لاصلاح البيوت ولذلك انا بختار اه وريني اهلها انا بقى ما بحبها ايش عادي يعني ست كويسة كده وبقى عندي قابليل انا حبها لكن طبعا مش عشقها بدون ما يكون في البواعث بتاعة الحب والعشق والكلام ده فانا بقى شوف كده اختيار عقلي اه شكلها كويس اهلها تمام يعني سنها مناسب عمال بالعقل وهي برضو نفس الكلام شغله كويس مرتبه مش بيتفكر بقى اللي هو هاد ولد اشعره حلو لا بيتفكر بكل حاجة مرتب حنأكل منين حنعيش ازاي اه لايت الاختيار العقلي 90% مزبوط خلاص الحمد لله نقبل مدام هو عنده صفات الكويسة دي الحب بقى حياتي تدريجيا اه ده واقف جنبي ده اللي لم كنت عيانة مراحش الشغل ومش عارف ايه بدأ يبقى عنده صفات احبه والحب ده يزيد 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 مع التمن مع الوقت فيبقى حب قوي ده الحب الحقيقي نعم الحب النزوي ده ماينفعش يبقى الخلاصة من ناحية الشرائلة يا جوز من ناحية العقلية عشان الجواز يبقى مزبوط اوعى تداعي بالغرائز والمشاعر فقط عقلي اختيار واحد زياد واحد ساق واثنين ومدام اختياري صح العقلاني الحب والمشاعر حتاقت ان شاء الله بعد ذلك دعاموا الفيديو بشير والايكم من شراف القناة شوفكم مرة الجاية والسلام عليكم